طيب بسم الله نبدا 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 ن اللي احنا هنذاكر منها حتى كمان الهومورك اللي احنا مفروض نحله هنحله ازاي وهنسلمه ازاي وهنتواصل مع بعض ازاي والكلام اللاطيف ده كله بس يالله بنا نبدأ لو احنا جينا بصين هنا مع بعض على الكمبيوتر هنلاقي الكورس بتاعنا عبارة عن خمسة وخمسين فيديو تقريبا تعال نقسم الكورس بتاعنا لثلاث محاول رئيسية ثلاث افرع رئيسية الهدف بتاعنا ان احنا نفهم خرصونا وهنتكلم عن النقطة دي كمان شوية طيب احنا عشان نفهم خرصونا احنا محتاجين الخرصونا بتاعنا دي فيها ثلاث اعمدة رئيسية كده العمود الاولاني وده مهم جدا بالنسبانا اللي هو الستركشور احنا مهم جدا ان احنا نتكلم شوية حاجات في الستركشور عشان دي هتخد معينا في الخرصونا طيب النقطة التانية ان احنا نتكلم فيه الخرصونا نفسها بلطات كاميرات اعمدة وهكذا الجزء التالت هو جزء اللي هي تجزئ من الخرصانة مع ان فيه جزء برضو فيه داخل مع وهو الـ فألتنا دايما في الكورس حتى الكورس ده ان شاء الله ده لفل 1 من الكورس مستقبلا ان شاء الله بفيه لفل 2 و لفل 3 قلتنا دايما بنتكلم فيه خرصانة دي كده الاساس بتاعنا احنا طول ما احنا ماشيين في الكورس ده عندنا هدفين رئيسيين مش هننساهم ابدا الهدف الاوليني دايما ان احنا نفهم نفهم ان شاء الله اي حاجة موجودة عندنا في الكورس هنفهمها ان شاء الله وما فيش معادلة هنكتبها غير لما نفهمها ونعمل لها اثبات مش علشان نعمل اثبات عشان الامتحان عشان نفهم الهدف من الكورس ده مش نحنا نذكره نخش الامتحان فننجح لا احنا ده اللي احنا دخلنا في الكلية كنا بنحفظ قوانين والقوانين دي كنا بعد ما بنحفظها بنخش نحل مسألة وبعد ما بنحل مسألة ان احنا نجحنا خلاص في الخرصانة بس لا مش هو ده الهدف 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 الرئيسي ان احنا اي معادلة اي حاجة هتقابلنا نفهمها يعني اكتر حاجة بتقابل الناس في الشغل يعني ايه ال FCU بتاعتنا يعني ايه اصلا FCU بتعبر عن ايه FCTR مودلس أو فلستيستي هل الخرصانة بتستحمل شد زي ما بتستحمل ضغط هل الحديد بيستحمل ضغط زي ما بيستحمل شد المفاهيم الاساسيه دي لازم ان احنا نفهم اصلا يعني ايه بندنج اصلا يعني نقاط نشرح كده مع بعض يعني ايه بندنج والشرخ بيظهر ازاي نفهم يعني ايه شير و ايه الفرما بين الشير والفريكشن و ازاي الكنب تقوم شير يعني ايه طيب اصلا اللودز دي بنحسابها ازاي يعني احنا بيجينا قفل كلية المسألة بيقولك ايه اللودز كذا الفلور كفر كذا الحمل بتاعك لا احنا عندنا اصلا محاضرة اسمها لودز احنا محتاجين نحس باللودز محدش هيجي في الحقيقة يديك الفيلة بتاعته خدها ساموالي واللودز بتاعتك كذا احنا محتاجين اصلا نحس بالاحمال اللي هجلنا على المنشأ عامل ازاي كل حاجة ان شاء الله في خلال الكورس هنحاول نفهمها بالتفصيل احنا كلنا نحافظين C1 و J بس ما عندناش يعني C1 و J دي جات منين هنزبت بقى مع بعض ان تفهمها ده كده الهدف الاولاني من الكورس نفهم نفهم محتويات الخرصانة واحنا بنتعامل معها عشان وحن واقفين حتى كمن في الموقع حتى مش وحن مهو نتسين تنفيذ حتى مش وحن مهو نتسين تنفيذ يبقى احنا واقفين على الأرض صلبة فهمين شكل المومنت بتاعنا ماشي ازاي انت متواف يعني لك مثلا لوحة اللي ازبان بتاعها سبعة متر وتجد مشلس السمك اللي بتاعها عشرين سنتيم انت لازم تشك يجيلك مثلا بالاطة او الكاميرا ازبانها مثلا أربعة خمسة متر وسمكها مثلا تسعين سنتي وفيها تسليح مش عارف عمل ازاي لازم تشوك يبقى انت يبقى عندك السنس العالي اللي انت تقدر تحكم على اللي واحل معاك حتى لو انت مش هتعمل لها ديزاين حتى لو انت هتنفذ الكلام ده ما هوقول ده في الاول وفي الاخر ايه مسؤوليتك فانت السنس ان احنا نعلي السنس بتاعنا وان احنا ان شاء الله نفهم كل عنصر من العناصر اللي احنا بنصاممها دي ماشي ازاي وايه الهدف منه ده الهدف الاوليان من الكورس الهدف التاني ان احنا نحل مسائل بس نحل مسائل بطريقة متكاملة متربطة يعني احنا برضو كان عندنا مشكلة في الكلية يجي يقولك ايه خد حل المسألة دي solid slab لأ طب معنا اول مشكلة عندي اصلا في اختياري للسيستم هو هيبقى solid ولا هيبقى flat ولا هيبقى هلو فانت كده حلتلي نص المشكلة طيب الحاجة التانية الترابط في حل المسألة يعني احنا ان شاء الله زي ما هوريك دلوقتي هيبقى عندنا مسألة بنحلها احنا هدفنا ان احنا نحل الفونديشن بس انا عشان نحل الفونديشن وانا في المسألة هحللك المسألة كلها او هجيب لك المنشأ كله هجيب لك الاول اللوتز وبعد ما نجيب اللوتز هنرميه على البلاطة ومن البلاطة نرمي اللوتز بتاعتنا على الكاميرات ومن الكاميرات هنرمي اللوتز بتاعتنا على الاعمدة كل ده هنحله بسيكوينس محدد هنرميه على الاعمدة وبعد ما نصمم الاعمدة ونجب الأحمال كلها على العمدة يبря احنا صممنا لفاوندشن يبقى انت فهمت وانت بتصمم الكاميرا هي موضوعها فين في المنشأ كله يبقى انت فهمت وانت بتصمم العمود موضوعه فين في المنشأ كله والالووت ده هيرمي على مين وهتستخدمه في ايه بعد كده فهو ده الهدف الرئيسي احنا عندنا تلات مواضيع رئيسي في الكورس خراسانه فاوندشن عندنا هدفين في الكورس الهدف القوليين نفهم كل حاجة ماشية ازاي عشان نبقى احنا مش حافظين الهدف التاني ان احنا نحل مسائل بطريقة متكاملة متربطة طيب يا معلم هتلاقي بقى طبعا الكورس بتاعنا ان شاء الله هتفدح لك على الكمبيوتر الخاص بك واتفدح لك على الموبايل تقدر تشوف الفيديوها بتاعتك في اي مكان هيبقى فيه عندنا جروب للتواصل تبدأ تبعد سؤالك في اي وقت احنا ان شاء الله هنتواصل معاك وهنرد على اسئلتك واستفصالاتك الكورس بتاعنا زي ما انت ما شايف هيبقى بارعة عن خمسة وخمسين فيديو هنتكلم على القصة دي وفيه شوية فايلز وفيه فايلز تانية متيريال بقى تانية الفايلز دي اي عبارة عن ايه اول فايل بتاعنا هي دي الماتيريال اللي احنا كونا بنشرح فيها طول فترة الكورس وإحنا بنشغبط الشرح بتاعنا جمعته لك هنا كله ده هيبقى ان شاء الله كل ده بدي اف معاك تبدأ تذاكر به خطه بخطه وإحنا بنذاكر في الفيديوهات ماشي مش هتكلم بقى عن ده بالتفصيل كل ده احنا انت هتشوفه بقى في الفيديوهات واحدة بواحدة كل ده احنا شرحناه بالتفصيل ماشي اوكي طيب ده كده الشق الاولاني الشق التاني ان احنا هنا عندنا اه ان احنا هنا كده عندنا تعال ارجع هنا كده اهو عندنا هنا الفايل ده شباب مهم جدا الفايل ده هو تجميع الـ equations كلها اللي احنا شرحناها خلال فترة الكورس يعني مسلا لو احنا نزلنا هنا هتلاقي ان يبقى تكلم في شوية فهتلاقي دي شوية تجميعات من شوية حاجات قيم محفوظة في لما تبقى distributed لما يبقى load distributed لما يبقى load concentrated لما يبقى كانت ليفر قيم محفوظة وبعدها نبدأ نخش على حاجات اللي هالقيم بتاعت البيمز في خلط في في انكاس البندنج وبعدها القيم المحفوظة بتاعت البيمز انكاس الشير ليه بقى قولك قيم محفوظة لانا مش مطلوب منك تحفظها انا مش عايزك تحفظ الكلام ده انت هيبقى معاك الفايل ده اللي هو برا عن 25 صفحة ولا 23 صفحة ده لما تيجي تحل اي مسألة في الحياة تفتح الفايل ده معاك لان ده اللي بيحصل في الشوغل انا لما بيحصل عندي في الشوغل انا عندي فايل ملخصه وانا شغال بفتح الفايل بجيب منه المعلومة مش مطلوب مني ان انا احفظ انا لو فاهم هستنتج حتى الاكواشن وده والله انا ساعت بعمله كتير عشان انت فاهم هو الحاجة جاية منين ورايحة فين فانت لو نسيت حاجة ممكن تستنتجها بكل سهولة عادي جدا زي ما انت زي هتشوف ان شاء الله في الكورس هنفهم ان احنا في قيم مختلفة في حالة الاسلابسة عنها من البيمز وطبعا لو كان سيمبل او توزبان او مور زان توزبان بيفريد طبعا ممكن بقى يبقى المنشأ بتاعنا فاشهر حاجة احنا شرحناها هنا هي وفي الشرح احنا بنفهم الحاجات دي كلها والقصة دي كلها ولو كان سريزبان ولو كان مورزبان وبقولك في الاخر ده الفهم بتاعنا وطبعا الفهم احنا شرحناه با ايدينا وبقولك ده في الاخر لو عايز تخدمها هنطلق على طول بعدها هنبدأ نخش بقى في الخرصانة بنبدأ نتكلم في الحاجات الاساسية في الخرصانة زي الاف سي يو والف سي تي ار والمودلس افلس تي ستي وفي الشرح احنا بنفهم الحاجات دي كلها بنفهم يعني ايه معاير المرونة بنفهم يعني ايهغام وconcreate بنفهم يعني ايه إيهغاد خرصانة في الشد وبنفهم الحاجات دي كلها بس برده ده في الاخر الىيه الconclosure ويه الف ييلد بتاعنا بتاعت الحديد وبروبرت فتاعت الحديد يعنى وكمان ده الجدول بتاع الأقطار بتاعنا اللي واحنا رحشان بقى مش كل شوية تقعد تقول باي على 4 في 10 سكويرت الديني كام لأ انت مع الوقت مع كدر استخدامك للأرقام ده اللي انا نفسك حافظتها بعدها هنبدأ نخش بقى في الـ Design of Slabs دي حل المسألة في خطوات وهتلاقينا بنتكلم مش الهدف ان احنا نحفظ الهدف ان احنا نرتب دماغنا وانبقى احنا فهمين احنا ليه بدأنا بالـ Solid Slabs علشان احنا محتاجين نصمم منشأ فلما صمم بلاطة واجيب اللوتز عليها هقدر ارمي على الكاميرات وبعد ما صمم الكاميرات هقدر ارمي على الأعمدة وده الهدف بتاعنا تبدأ بقى تجيب سمك البلاطة تبدأ تحسب الألفة والبيضة وهتلاقي في كل جزء من الحاجات دي كلها احنا بنشرح بالتفصيل في الفيديوهات القصة بتاعتنا دي ماشي ازاي بعدها نخش في تصميم بلاطات اللي هو الخطة وبقى الثالثة نبدأ نحسب الـ WS اللي هو وزن الواحد متر من البلاطة بتاعتنا وبعدها نبدأ ناخد بقى شرايح ونجيب المومنت وبعدها الحاجات بقى اللي انت بتنساها اللي هي عايزين بقى تبقى هي معاك فمخخ على طول مش 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 نسيها او تبقى ملخصها كده اللي هو دايما الـ Area Steel Minimum في كل عنصر القيم بتاعت الـ B والـ D بتاعت الكاميرات زي ما هنشوف الحاجات دي كلها دايما احنا ايه بنحتاجها على طول جد بعدها نبدأ نخش في درس مهم انا بعتبره من اهم الدروس اللي هو توزيع الأحمال الـ Load Distribution الكاميرا عايي الأحمال اللي عليها غير وزنها غير وزن الحيطة نصيبها قدق من البلاطة في حالة One Way في حالة Two Way وهكذا بعدها نبدأ نصمم الكاميرات على إزاي تحسب عرض الكاميرا ودي الحاجات اللي موجودة عندنا في الكود اللي احنا شرحناها ودي القيم المنمم اللي موجودة عندنا في الكود وبعدها القانون المشهور اللي هو C1 والJ وإثباتهم وبعدها تحسب الـ B اللي هو عرض الكاميرا في حالة الكاميرات السقطة في حالة الكاميرات المقلوبة وهنشرح إن شاء الله الكاميرات المدفونة برضو في حالة الشير وبرضو في الكاميرات وفي الكاميرات بعدها نبدأ نخش فيه الشير والاشتراطات بتاعت الكود الجديد بتاعنا هو مش جديد أو يعني ثلاثة أربعة سنين وزاي تحسب الشير الكريتكال بتاعك وزاي تقارن النتائج بتاعتك وبعدها ازاي تحسب بقى الكنات وزاي تجرب بقى المسافات بتاعت الكنات وتشوف لو كانت أقالة من مية بقى انت بحتاج تزود والكلام ده كله والأرياس تين مانيوم في الشير في أرياس تين مانيوم في الشير وبعدها لو أنا هستقدم السياخ مكساحة المعادلة بتاعتها ماشية زي وحلنا أمثلة على الكلام دوت وبعدين هنخش على تصميم الأعمدة وزاي تجرب كاميرات أو وشرحنا المعادلة شرحنا الإكويشن دي جات منين وإثباتها إيه شرحنا كل ده الحمد للرب تعلمين ونسبة التسليح ونسبة التسليح المانيوم والماكسموم والكلام ده كله وأرقام مهمة في تسليح الأعمدة زي المسافات ما بين الأسياح والمسافات ما بين الكنات في الكروس سيكشن والمسافات ما بين الكنات في حالة التكسيف اللي هو الاس نود والإل نود والمسافات العادية اللي في النص والكلام اللطيف ده كله وخطوات الأواعد بتاعنا إنكس إن الأواعد العادية شغالة معنا أو مش شغالة معنا وازاي نحسب سمك البلطة ولو سمك البلطة بتاعك تمام بعد ما نعمل الشير والبانش هنخش إيه نسلح البلطة والأريا ستي المينيموم برضو دخلة معنا في القصة وبنشرح برضو بالتفصيل حوار إيه الشير والبانشينج إيه الكلام ده مش هو ده الشرح الشرح كله إحنا هنشرحه أو إحنا شرحناه في الريدي في الفيديوهات دي بقى الفيديوهات يا معل عندك خمسة وخمسين فيديو نبدأ نتكلم في الشق الأولاني من الفيديو رقم اثنين لحد الفيديو رقم حداشر ده كده هلتيني كمان عمل لك فايل الفايل ده اسمه خطة المذاكرة خطة المذاكرة ده برضو مهم جدا لو أنت عايز تستعين به وتنظم حياتك في الشغل اللي باجي أقول لك إيه أنت اليوم الأول هتذاكر الفيديو رقم كزا لكزا وده وعدد ساعات وكزا اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع والخامس هتلاقييني تطبيق هتلاقييني مثلا الكورسي كله أستنتهولك لشوية أسابيع وتلاقيه مثلا كل أسبوع أنت بتذاكر موضوع وبعدين في الويك اند بتطبق عليه وبعدها الأسبوع اللي بعده تذاكر موضوع وفي الويك اند بتطبق عليه الأسبوع اللي بعده تذاكر موضوع لو كانت تطبق عليه وتدي نفسك براح عادي الدنيا مش هتطير قدرت تلتزم بالجدول دوت يبقى انت هتخلص الكورس بتاعك في حوالي 37 يوم شهر يعني ومحدش بيلتزم بالجدول عادي جدا عايز تزود اكتر من كده وكي عايز تقلل عن كده انت معاك وقتك كده كده الكورس مفتوح معاك ما ده الحقيقة واحنا بنتابع معاك على طول يعني ان شاء الله بإذن الله طيب انت لما تيجي تطبق تطبق على ايه هتطبق على اللي هو الهومورك بروبلمز عاملك انا شيت زي بتاعك كلية ده بس من غير بقى ضغط مش هجي يقولك الشيت ده يتسلمه اخر لسبوع انت جاي بمزاجك علشان تتعلم علشان تستفيد هتلقيني حطتلك هنا شوية ايه اساسيات الاف سي يو الاف فيلد دول انت تستخدمهم دايما في المسائل واي داتا ناقصة بالله عليك ما تسألش ما تعتلش افرض على طول ماشي وبعدين تبدأ تخش بقى في السولد سلاب وكل مسألة من دول فيها ايه فيها تدرج شديد يعني فيها تدرج وفيها بساطة خالص والحياة اصلا في الشوغل هو ده اللي انت هتحله لما تحتاج تحل حاجة مانوال هتبقى في الاسلوب ده مش بقى الفريم اللي هو على شكل كلبه والفريم اللي هو مش عارف شاي الفريم فوقي الحاجات دي كنت انت بتاخدها في كلها عشان بس ايه يتغطوا على دماغك عشان تفكر انما في الشوغل هو دي الدنيا بسيطة جدا يا باط حمام والله لو انا عرفت اسلح دي كده في الشوغل هبقى واسط جدا اصلا وانا شغال الدنيا عندي عاملة زيه كده كده اصلا وانحنا شغالين احنا بنشتغل ببرامج في الديزاين يعني صح ولا لا اما الهدف الكورس ايه ايه اما وانا شغال في البرامج انقض البرامج دي انقض النتايج ما انقضش النتايج علشان فيه شك في البرامج لا ما هو فيه شك مني ممكن انا بقنا غلطان في خط ومن الخطوات في البرامج فهو عشان هو كمبيوتر فيطلع النتيجة على الغلط فانا اشك في ده فلما اشك في ده ارجع انقضه وارجع اصححه ماخدهش اسلح بيه والناس تتحك علي واطلع لوحها شكلها مش لطيف واطلع ارقام مش منطقية ليه اطلع ارقام مش منطقية عشان انا معديش سينس الحل المانيول دايما بقول الحل المانيول هو الاساس دايما بقول ان التصميم المانيول هو الاساس ده انا حتى قام بقول ان الشوب درونج مانيول هو الاساس تفريدك اللي هيتفهمك لكل حاجة البرامج دي كلها ما هي الا ادوات وطولز نرجع تاني نتكلم احنا كل ده كنا نتكلم فين في الفايلز اللي معانا احنا كل ده لسه مكناش في الفيديوهات بقى نبدأ ايه شكلها عامل ازاي ده برضو ايه اللو دي تربيوشن وحط لك هنا تركها هتفهمها وانت بتحل وقال لك ايه فيه كاميرات معينة الكاميرا مثلا بي 5 دي انا عايزك ترسم ليها الشير والمومنت انت تيجي تقولوا والله دي كاميرا سهلة بس انت عشان تيجي تحل بي 5 انت هتحتاج تحل البلاطة دي كلها وتحل البلاطة دي وتحل البلاطة دي وتحل البلاطة دي وتعكسه على راكشن الكاميرا دي وبعدين تجيب راكشن الكاميرا دي وتعكسه على بي 5 وبعدين تبدأ تشوف بقى بي 5 دي شايلة ايه يعني فهم انت هتحل المسائلة كلها وفي الاخر هتجيب لي ايه بي 5 ثم تصمم الكاميرات على شير هناك حاجات طالبها منك في حالة كامير متفونة و في حالة بنتبار و عندما تصمم اعمدة بقواعد، ألعب لك انا حاجة حلوة ولكنني أخبرك لك ما أعطي لك عليك ان تصمم العمود لكي تصمم العمود، فلت تحل بلاطة وتصمم الكاميرا وتصمم الكاميرا وتجيب رأكشن للكاميرا وتحكيسها على العمود بتاعك وجايب لك هنا فلاتس لاب وعمود دائري وهتفهم الكلام ده إن شاء الله وقلت لك ايه صمم لي الحاجات دي اعمدة وصممها لي ايه فاونديشن كل ده مانيوال ما عندناش اي برامج خالص بس يا معلم دي الفايلز بتاعتك اللي هو ايه اللي هو الفايل بتاع الماتيريال والفايل بتاع الهومورك والفايل بتاع تلخيص المعادلات وده شيء يعني مهم جدا يبقى معاك على طول كده وخطة المذاكرة اللي تبقى معاك تعالى بقى يعني نستعرض كده اخيرا اللي هو بقى الجزء الرئيسي فيديوهات الكورس بتاعتنا شكلها عاملة زي اه هتلاقي ان مثلا مقسم من الفيديو رقم اثنين لحد الفيديو رقم اثناشر تقريبا لحد الفيديو رقم اثناشر ده استراكشر هنا كنت شغال بطريقة وبعدين رجعت طورت الدنيا شوية فبدأت مثلا من الفيديو الرقم عشرين بلات اظهر معاك عشان ابدأ بكاميرا عشان اشرح لك الايه الموضوع اكتر يبقى فيه تواصل اكتر الكلام ده يبدأ معاك من اول فيديو رقم عشرين لحد الاخر خلص اثنين في الفيديو الاولان ده يعني الشرح بس مثلا هنا بنتكلم فيه استراكشر وزاي تحسب الاحمال بتاعنا نبدأ من الاول خالص من اول السابورتات بتاعتك يعني احنا محتاجين نفهم مع بعض هو الهنجد سابورت ده بيمثل ايه في الحقيقة والفيكسد سابورت ده بيمثل ايه في الحقيقة والرولر سابورت ده بيمثل ايه في الحقيقة ده الهدف بتاعنا من الكورس بعد ما نفهم ده اه نفهم بقى لما اجيشوف كاميرا مع عمود افهم ابدأ لما اجيشوف كاميرا مع شير وول ابدأ افهم قاني دي فيكسد علشان هنا فيه حق فيه كونسبت اسمه ستيفنس في كونسبت اسمه انيرشيا وفيه الحاجات اللطيفة دي كلها اللي احنا شرحنا في الكورس بس بدأنا نتكلم بقى ايه عن السابورتات وفايدة الرولر سابورت فيه الكباري عندنا عامل ازاي والكلام ده كله ده كده الفيديو الاولان احنا ممكن ايه ده الفيديو بتاعنا رقم اتنين بيبدأ بايه فاول كل فيديو هتطلعك انا ايه المحتوى التفصيلي ليه المحاضرة دي عامل ازاي عشان تقيت لو انت عايز حاجة معاية تخش على طول وهتلاقي ايه ده كمان انا حطولك فيه عندنا هنا موجود فيه المحتوى التفصيلي ليه الكورس حقيقي لك جاي يجيب لك انا برضو فغي البيدي اف بيدي سده بقى كبير قوي ايه لك كل فيديو بنتكلم فيه ايه بالتفصيل ومحتوى كل فيديو ايه حاجة يعني ان شاء الله تجيبكو مبزول فيها مجهود جبور يعني تعالى نبدأ نخش فيه او تعالى نكمل فيه استعراضنا ليه الفيديوهات الفيديو رقم 3 اللي هو بتاع استكملا استكملا للسابورتات بتاعتنا تبدأ تخش على علاقة بقى الكاميرا مع العمود العمود مع القعدة الشيرول الحاجات دي كلها دايما لما بنيجي نشرح باجي اقول لك ايه طب تعالى بقى بنشوفه فين في الحقيقة بنشوف ده بقى فين في الحقيقة تبدأ تفاق تفسيراتنا بقى بنرد بقى على اسئلة كتير بتختروا على بالنا زي يعني ايه اندرشي يعني ايه استفنس طب هو دا بلي يقول اسئلة على 24 دا يعبرها ان ايه ونشوف فين في الحقيقة طب لو الكاميرا متشالة على عمود من عرضه زي ما تبقى الكاميرا متشالة على العمود من طوله ها تفرق ولا ما تفرقش اه طبعا تفرق والحاجات دي كلها اسئلة دي كلها هو ده هدف الكورس اللي احنا بنجاوب عليه بعد اما بنشرح بقى الكلام ده كله وعلاقة التسليح علاقة الكنيكشن بتاعت التسليح بنوع الساببورت هو ده برضه شيء مهم لان ممكن الكنيكشن تقلب معايا فريم او ممكن تقلب معايا بيمو كولوم ده هو ده كله اللي احنا شرحناه عشان كده بقى اجي اقولك الستركشور هو اساسي من الحاجات الاساسية بالنسبان بدأ نشرح حاجة اسمها الاسطيك ورجد ساببورت ودي هتشوفها كتير قوي لما تيجي تحل في البرامج احنا عندنا في الكلية عملنا شوية فرضيات علشان يبقى الحل بتاعنا نعرف نحله بعقلنا البشري انما الكمبيوتر بيعرف يحل مئة مجهول في مئة معادلة عادي جدا فعشان كده لما نلاقي كاميرا مرتكزة على كاميرا وكاميرا مرتكزة على عمود اكيد نوع الساببورت في الحالتين مختلف ده اللي احنا بنشرحه في الكورس وده هدف الكورس اكيد الكاميرا اللي متشاهله على كاميرا الكاميرا اللي شاهله الكاميرا التانية دي الكاميرا نفسها هيحصلها فده اسمه انما لم يبقى كاميرا لا نشاهد العمود العمود هنا نوع الساببورت مختلف هنا العمود ده مش هحصلها ده اسمه عشان كده ده بيختلف في وده بيختلف في الموضوع هنا بيختلف عشان كده بينلاقي في البرامج الارقام مختلفة مع ان انت لو حاليتها مانية هتحط هما الاتنين ايه سابورت وخلاص والموضوع انته بس بنبدأ بقى نتكلم في علاقة الديفليكشن بالسابورتات بتاعتنا ماشي ازاي وهل الكل مستريب زي الفيلدستريب وهل الكاميرا على كاميرا زي كاميرا على عمود والموضوع بالنسبة لنا هيبقى هو هو ولا مختلف كل ده ستركشور كل ده بنحاول نفهم ده برضو مزيد من الفهم هنا برضو بنبدأ نتكلم على الشكل بتاع الديفليكشن والكلام ده كله وبعدها نبدأ نخش بقى هاجري بقى شوية معاك في استعراضنا لي الفيديوهات انت ممكن تستعرض الحاجات دي كلها لواحدك بس مهم برضو انت تتفرج على الفيديو دوت كامل نبدأ نتكلم على اللودز لاني لما نيجي نشوف ده ده شباب يعني ده يعبر عن ايه ببدأ اشرح لك ان ده ده ممكن يبقى كاميرا على كاميرا او عمود نزروع على كاميرا هيدا هو ده ممكن يحصل اه ممكن طبعا يحصل يحصلو بنشوف الشعول على طول بنبدأ نشوف الـconcentrated moment ده بنشوفو فين في الحقيقة طب الحمل الموزع ده بيعبر عن ايه طب الحمل الموزع في حالة مساحة والحمل الموزع في حالة line ده ايه وده ايه طب الحمل الموزع في حالة كاميرا ميلة وهو الحمل ميل والحالة التانية الحمل ميل بس اللود جرافيتي والحالة الثالثة ان الكاميرا ميل بس الحمل افغي كل ده بنشرح هو ده ازاي نحسيبه اه بس ده يعبر عنه في الحقيقة تفهم ان ده عبارة عن اللايف لود بتاع على السلم وتفهم ان ده عبارة عن حمل الويند على سطح ميل بتبدأ تقطع يعني بنعبر عن كل حاجة بالحياة العملية وفي الواقع طب والحمل المثلث ده بابدأ اشرح لك ان في حاجة اسمها ضغط طربة وضغط مية وكل منزل تحت كل من المزل يزيد فعشان كده عندنا حمل اسمه حمل ايه مسلث وبعد ما بنفهم بيبقى سهل قوي بقى ازاي ايه نحله بقى نبدأ تخش بقى الانترنال فورس ونبدأ نفهم يعني الانترنال فورس والكلام ده كله ومش عشان ناخد كورس استركشور عشان نفهم والكلام ده ينعجس علينا في الكونكريت يبقى احنا خلاص الخطوة ده الانالسس دي هي دي اللي احنا ايه خلاص فاهمينها على طول ودي الخطوة اللي برامج بتعملها دي الخطوة اللي برامج بتعملها دي اللي مطلوب منك انت تنقضها نبدأ ناخد قطاع ببدا نشوف تشكل القطاع ده من جوا عامل ازاي كمومنت وكنورمل وكشير ويعني ايه اصلا انحناء وإيه اللي بيحصل في القطاعات والشرخ ده بيجي من اين ماشي وازاي بنحسل طبعا الرياكشنز وبناخد بقى مسألة وبنحل بقى الكلام ده كله بقى ايه بفكرك بالكلام بتاع الكلية اللطيف ده الفيديو اللي بعده بنبدأ برضو ناخد شوية مسائل بعد ما بنفهم وبنبدأ نفهم هي ليه ده بيقول سكورة عالثمانية ليه يعني هي جات منين يعني طب والشر ده يعني ليه يعني وشكله يعمل كده ازاي وبيتناقص كده ازاي يعني ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اي حاجة حفظ في الكورس الا لما انت تيجي تحل كتير هتلاقي نفسك حفظت وحفظة على فهم ماشي شوية حل مسائل كده ايه حلو عشان نبدأ نتضرب وبعدها نبدأ نخش على من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في شغلنا في الاندترمنت استركشور انا عارف ان الموضوع داريخي بس هو دي اسهل واحدة فيه اللي هي سري مومنت اكوشن سري مومنت اكوشن هنبدأ نشرحها بقى هنا وجات منين وازاي بتفصل وتاخد مومنت وبتاع والكلام اللطيف ده كله وبعدها تبدأ تخش على بارت التو برضو في سري مومنت اكوشن ماشي وفي حالة ايه اكتر من مجهول بيبقى عندنا معادلتين في المجهولين او تلاتة ويبقى عندك ايه خلصنا الفيديوهات الخاصة بالليفل وان الكورس ده كل اسمه ليفل وان ماشي هيبقى عندنا ان شاء الله قدام كزا ليفل بيبقى نعلى بقى بالليفل شوية ده كده تبدأ ما نخش في الخرصانة بيبقى نجيبها من تحت خالص هي اصلا مكونات الخرصانة دي عبارة عن ايه يعني بنحط اقديه زلاط بنحط اقديه رمل بنحط اقديه اسمانت لان سعب يجيلي اسئلة هندسة هو انا ازاي احصل على اجهات كزا وببدأ بقى ايه الاساسيات دي لازم تبقى انت عنتك يعني ايه بقى اجهات خرصانة والرقم ده بنحصل عليه ازاي وبنجيبه منين والكلام اللطيف ده كله بعدها بنشرح الحاجة اللي انتو كنتو بتحفظوها اللي هو بنشرح اصلا يعني استرس يعني اصلا استرين وتشكل ده كله ويعني استرس استرين كيرف يعني ايه اصلا المودلس افلستي ويعني ايه نسبة بواسو وايه علاقتها بالكانات والكامل اللطيف ده كله ان شاء الله بنحاول نتكلم فيه بنحاول برضو هاضع وازهقك حاول نفهمه 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 اهو وعلاقة الكنات بالكلام ده كله وازاي نحسب والكسافة بتاعت الخرصانة بتاعتنا والكلام ده كله مشروح في الماتيريا اللي احنا بنشغبط بيها دي كل ده هيبقى معاك ان شاء الله ومشروح برضو في التجميع المعادلات ده كله بحيس يبقى ايه ده هيبقى سريع معاك تبدأ تفتح ده تبدأ وانت بتحلها لطول وانت برض زيك بتبدأ تستعرض اه انا كده تمام 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 ده الدنيا عندك تبقى منظمة اه نبدأ نخش في اللي بعده ده هتخش في البروبرس بتاعت الستيل هتكلم معاك ان شاء الله عن اه كل حاجة برضو تخص الستيل والليه بنستخدمه معاها الخرصانة والتفاصيل بتاعت الفاي تمانية والفاي طناشر والفاي عشرة والمشارشر زي ناسب اريا ستيل بتاعتنا والسترس سترين كيرف وانفي حاجة اسمها اف فيلد وفي حاجة اسمها اف آلتمت الناس بتنسى الاف آلتمت دي خالص ماشي وهكذا بقى بعدين نبدأ نخش فيه موضوع الفيديو رقم 14 لحد الفيديو رقم 22 البلاطات السولد اسلاب انا عرف ان تدرست البلاطات دي بعد ان تدرست مثلا في الكلية كاميرات وقامدها مش عارفوا اي لا ده مش منهج كلية ده منهج علشان تفهم وعلشان يبقى المسائل مترابطة فانا محتاج اول حاجة فهمها ايه او اول حاجة درسها ايه من وجه نظري انا البلاطا وعشان ثم اخد احمال بتاعها انقلها على الكاميرا ثم ااخد الاحمال بتاعها على العمود ثم اخد الاحمال بتاعها على العواعد ده كده لفل اول فهمت عندما نخش على لفل اخر نوع البلاطة المختلف او نوع بنوع بلاطة مختلف وانه يعقى الأحمد مختلف ووقفين على الارض فنبدأ نخش ربطات السولد اسلاب قد استعتدينا في الاسبوع التالث طويلت تقريبا، بدأت تخش وقت البلاطات السري Kunetek ما لن أمثلا، في اليوم نستخدمه كالنظامatta مثلا كلبات يعني عندنا سن نخدم فعل إنشئMIN نستخدم سرو Sel Selab و , y agl комتعات الق你有 علاقة القاملة والحوائط والكلام اللطيف والبلاطات sair , och Five Side Slam والكلام اللطيف تعرف علي أنواع البلاطات والبلاطات alreglar والكلام ده كله. واماكن وضع الكاميرات. وبعدين نتطرك الى كيفية حساب سمك البلاطة. وتتروح من كام لكام. والمينوم كام كود والمينوم كام عمليا. فاهم? والماكسيموم كام معاني ما فيش حاجة اسمها ماكسيموم في الكود. بس الماكسيموم كام عمليا عشان ما يستطيع مش شبكة علوية مقاومة للانكماش. والحد الادنى من سمك البلاطة في حالة الحد الادنى وفي حالة عدم عمل تشيك دي فلكش. هم نبدأ برضه نتكلم فيه الفروقات ما بين الحاجات دي كلها. وعلاقة استمرارية البلاطة بسمك البلاطة. لو هي سيمبل جرد لو هي كونتينووس. وعلاقة نوع البلاطة بسمك البلاطة. لو هي وان وي جرد لما تبقى تو وي. ماشي? اه والاختلاف في السمك بيكون من فوق ولا بيكون من تحت. وبلط الحمام. وبعد هنبدأ نخش فيه القطوات بتاعتنا وبازاي نحسب بقى وزن الاحمال بتاعة التشتباط وحمل البلاطة نفسه. انا عارف ان فيه معادلة بس انا برضه بنحاول نفهم ازاي نجيب الفوليوم الفوليوم دوت اه نضربه في دينستي يدينا لود. ونخش بقى نفتح الكود ونطلع الارقام بتاعت بتاعتنا في حالة الجراش وفي حالة المنشأ السكني وفي حالة المنشأ الاداري وفي حالة الحمامات في حالة المطابخ الكلام اللطيف ده كله. ماشي خش 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 خش. اوكي اوكي. بعدها تبدأ تخش على موضوع تسليح البلاطة بطريقة الاسياخ المستقيمة بطريقة الاسياخ المكربة او المكسحة موضوع الفرش موضوع الغطا موضوع الشبك بتاعت الكنتليفر. ماشي. ده كده تمام. تبدأ تخش على بقى حل بقى مسائل على البلاطات في حالة. ماشي وعملنا سكيب سريع لموضوع لان احنا هنشرحه بالتفصيل في حالة البندنج على الكاميرات. بقى اللي بدأ نخش بقى على النزام التصوير الجديد بتاع الفيديوهات. بنزهر معاك صوت وصورة بقى. علشان ايه? الصورة تبقى اوضح شوية والشرح هيبقى افضل. بنشرح بقى موضوع الالفا والبيتا. وليه موضوع الفا وبيتا مجموعة سبعين في المية والكلام اللطيف ده. بنامدأ نخش برضو على موضوع بلاطة الحمام والفرق بتاعها. وفي حالة البلاطة الصغيرة جانب ببلاطين كبار. والتسليح يعني نعمل فيه ايه? ماشي? وقد نبدأ نجيب بقى مسألة حلوة زي دي كده نبدأ نحل فيها. بنحل بقى معاك المسألة بقى يعني كأننا قاعدين مع بعض. طبعا بنجيب الخطوات بنرجعها. لما نجيب بقى تحل اي مسألة تفتح الفايل بتاع اللزان افرينفورسمنت ده كخطوة تبدأ بقى تمسك ايه خطوة بخطوة. اه انا مطلوب مني ان اخش على ايه? على سلد السلي بقى جيب السمك. بعد ما اجيب السمك اجيب الالفا والبيتا. بعد ما اجيب الالفا والبيتا احسب الو اس. بعدها هاخد شرايح. بعدها هصمم. بعدها سلح. موضوع انتهى. الدنيا عندك تبقى ايه? تبقى منظمة. وده اللي احنا عملناه. بنبدأ نخش بقى بقى جيب لك بقى الكلام اللطيف ده وبعدها ناسب الار والالفا والبيتا لكل بلاطة. بعدها نبدأ ناخد شرايح شريحة شريحة. يعني تقريبا الفيديو ده كان من حالي فيه مسألة هي ساعة. في مسألة واحدة بس. بس هتلاقي فيها الكل الحاجة. ماشي خلاص خلصنا. بنحسب اللوتز. بعدها ناسب يبقى اللي احنا تعيبنا فيه في الاول نفاعنا دلوقتي. ماشي? وحساب اللوتز. وبعد ما خدنا كل الشرايح اهو. صممنا. وبعدها بعد ما صممنا سلحنا بالطريقة الاسياخ المستقيمة وبعدين سلحنا بطريقة الاسياخ الايه? المكسحة. ده كده على السريع. بعدين دخلنا بقى في موضوع تاني. وهكذا وهكذا وهكذا. الموضوع التاني اللي هو برضو انا شايفه ان ده من اهم الموضوع ما هو موضوع اللوت ديستريبيوشن. توزيع يا جماعة الاحمال. الاحمال بتاعتنا مشي ازاي? الاحمال بتاعتنا ايه هي الاحمال اللي على البناطا? وبتتوزع ازاي? وهتلاقينا احنا فاهمين الجزء ده كويس عشان احنا درسنا سلود سلاب. لان سلود سلاب برضو احمال. فهتلاقي الموضوع مكمل بعضه. موضوع بقى زي تحسب الوزن الذاتي للكاميرا? زي تفرد ابعاد الكاميرا كعرض وكاسمك? وعلاقة العرض بتاع الكاميرا بالحيطة وفي مصر وفي الخليج? ماشي? بعدها نبدأ نخش على نفس الكلام. زي نوزع الاحمال في حالة بقى وان وي وتو وي ما انت فاهم بقى الوان وي وتو وي مش بحتاج اشرح لك تاني. لما انت مثلا في الكوليه درست انت في سنة وبعدين درست في سنة تانية. فهم? وموضوع بقى السي ايه والسي ايه او موضوع بعض الكوليات التانية اللي هو موضوع الالفا والبيتا ده موضوع برضو ايه? شرحناه ونصيب المسلس والترابيزويدل ونصيب الكاميرا قد ايه? وسجمل اريا على اللزبان وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده? كل ده الحمد لله بفضل الله شرحناه وبعدين حالينا برضو ايه? امثلة برضو? نفس الكلام نفس الطريقة. لما تيجي تحل اي مسألة بتستجمع اه خطواتك كلها من البيدي اف الجميل ده اللي معاك وبعدها تبدأ تنطلق على طول على طول اهو تبدأ احل معاك بقى اكتر من مسألة في كل موضوع ماشي ماشي تخش على تاني موضوع برضو تاني موضوع ماشي اوكي كل ده برضو شرح وحل مسائل موضوع بقى المراية والدروة ولو عندي دروة بزي بقى الحملها على الكاميرا والكلام ده كله انا الفيديو ده غرض ان انا اشرح لك محتوى الكورس بدل ما تقعد تقرأ يعني كل 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 فيديو يعني برضو نفس الكلام مسألة برضو كبيرة وحلناه وبعدين بعكسلك ده في الحقيقة عامل ازاي لما يبقى عندك عمود مزروح اجيب لك امثلة بقى من واقع الشغل يعني ده كده مثال من احد المشاريع اللي احنا صموناها لما عندك عمود مزروح بتتصرف معه ازاي والكلام اللطيف ده اهو اهو والاكزامبلز تاعتنا صغيرة بس فيها افكار كتير مش مطلوب ان احنا نحن نحل بقى مسألة كتير نوع نكرر نفس الفكرة كتير لا هي مسألة نوعا ما اهو اربع خمس باكيات بس فيها ايه افكار كانت ليفرز وان ووي وطو ووي والكلام ده كل ماشي ده موضوع بعدين بيفتح مع بعض الكود ونطلع الحاجات دي من الكود ووقيعها عامل ازاي والكود بيقول ايه في الموضوع ده ماشي بعدين بدأ نتطرق الى موضوع الامبيركل اللي هو موضوع بقى والكلام ده كله تخش بقى على تصميم موضوع جديد تصميم الكاميرات على البندنج بنبدأ نفهم يعني ايه مومنت بتاع الكراكينج والمومنت الوركينج والفرمع بين الالتيمت والالتيمت المحاضرة دي كلها فهم كلها فهم فهمين انتو الموضوع ده بريتل ودكتايل وازاي في تصميم بقى ان انا ما خليش القطاع بتاعي يبقى بريتل ماشي والهدف اصلا من التسليح ايه والهدف اصلا من الخرصانة ايه ودور الحديد ايه والخرصانة بتستحمل شد الا مش بتستحمل شد ويعني ايه قطاع مشرخ ويعني ايه قطاع مش مشرخ ويعني انهيار ضغط ويعني انهيار شد ويعني استرس دياجرام اصلا ماشي وليه بنقسم FCU على جاما سي بنقسم FF على جاما اس لما بنشرح ده ماشي بتبدأ تستنتج المعادلة اه وليه وليه شكل الاسترس كيرف بتاعنا ااااااا او الاسترس الاسترس دياجرام بتاعنا بيبقى على شكل كيرف كيرف و ازاي بنصححه و ليه بناخد ثلاثين الاف سي يو لما ده بيحصل بيقدر تستنتج انت قيمة السي وان والجي او المعادلة تحت السي وان والجي خش على الفيديو رقم واحد تلاتين خش على بقى ايه بنده بقى ايه طب نحل بقى مسألة ازاي بتبدأ تفرد ابعاد الكاميرات وتفرد عرض الكاميرات و ازاي محصلهاش ماشي و امت الكاميرا تبقى D و امت الكاميرا تبقى L و امت الكاميرا تبقى R وبعدها التسليح او التصميم تسليح الكاميرات في الكروس سيكشن تفاصيل مهم عن تسليح الكاميرات تفاصيل مهم عن تسليح الكاميرات في والمكسح والكلام ده كله ويحل بقى ايه امثالة مختلفة برضو جايبلك الموضوع متكامل يعني من اول برضو ايه تصميم بلاطة كاميرا يعني اي حاجة نشرحها بلنده نحن نجيبها برضو من الاول خالص عشان الموضوع كله يتجمع عندنا وبعدها دخلنا بقى على موضوع مهم اللي هو موضوع الشير محتاجين برضو نفهم الشير بتاعنا ماشي ازاي والفرق ما بين القطاعات لما تحتكم ببعض والكلام اللطيف ده وليه الشارخ بتاعنا على زاوية 45 وليه ممكن نستخدم كينات والكينات اصلا بتقاوم الشير في الحقيقة ولا بتقاوم تنشن صح؟ اوكي خش على اللي بعده ده كده بارت وان في الشير ده كده بارت وان في الشير اوكي اوكي خطوات بقى امتى تبقى الخرصان مشرخة وامتى تبقى مش مشرخة وبعدها حل برضو الامثلة او حل كزا مثال بصراحة موضوع الشير ده احنا دينا له حقه لان هو من الاساسيات وزا تحسب ال point of zero شير عشان توقف تكسيف الكنات عندها طب جدول بقى النماذج للكاميرات ده في الواقع برضو ببنعملو احنا ازاي وفي الشغل الحقيقي بنعمل الكلام ده ازاي وتصميم الكاميرات الهيدن وزا نحسب المينيمم بتاع الشير وزا نصمم الكاميرات المدفونة وازاي ناخد نصيب الحديد المكسح في مقامة الشير اهو خلاص احنا لو قعدنا نتكلم هنقعد نتكلم من هنا لحد الصبح بعد ما بنخلص الشير دي برضو مسألة برضو ايه متكاملة بندنج وشير اعتقد ذلك بعد ما نخلص الشير بنتكلم فيه الاعمدة وبنتكلم من ازاي بقى ممكن يبقى فيه مومنت على الاعمدة وازاي بقى فيه أكسنتريستي منة المهمة معلى الماعمدة او عن طريق بتاعت الكاميرات ودخلنا بقى على الرقم اتنين تسليح الاعمدة واشتراطات الكود في الاراستي المينيمم والمسافات ما بين الكينات والمسافات ما بين الاسياخ بتاعتنا وحللنا اكتر من مثال على اكتر من قطاع عشان نبدأ ايه نسلح بادينا ونبقى احنا عارفين ان توزيح الكينات بتاعتنا عاملة ازاي ودخلنا برضو على تسليح الاعمدة في الاليفيجين وازاي الالي دي والوصلة والكلام ده كله وكمان اتكلمنا على اشتراطات الحد الادنى من المسافات ما بين الكينات في مطاعة التكسيف وحساب اصلا مطاعة التكسيف وهي الاس نودل اللي الكود قالك عليها ودخلنا على قص الاعمدة وزاي بنقص الاعمدة وشوية ملاحظات في الشغل بقى وعلاقة القص الاعمدة بالبانشنج وهنا الاسباب بتاع القانون بتاع الايه بتاع النورمال فورس وحلينا برضو مثال على الاعمدة من اول اللود ديستربيوشن بتاع الكاميرا تاني عشان يبقى الموضوع كله متكامل وكله ايه يجمع بعضه من اول بلاطة ثم كاميرا ومن كاميرا ثم عمود ثم من العمود للاعدة ده اللي احنا عملناه احنا كنا عايزين نصمم عمود بس احنا روحنا جيبنا الموضوع من الاين من الاول خلاص من اول اللود على البلاطة وطبعا طول ما انت ماشي انت شغال بالبدي اف اللي معك دوت اللي هو فيه تلخيص او فيه تجميع المعادلات كلها علشان ما اتوهش واحد اتنين تلاتة اربع فيه المانيمم فيه ازاي تختار سمك البلاطة فيه ازاي تختار عرض الكاميرا فيه ازاي تختار ابعاد العمود وهكزا لو انت فاهم هيبقى الملخص ده في ايدك انما لو انت اصلا مش فاهم ومعاك ملخص تتعام بايه وازاي نجمع بقى الرياكشنز دي كلها وفي المثال دي احنا صممنا العمود اكتر من حالة لو انا فاكر صح ايوا افتكرت احنا صممنا هنا العمود مرة مستطيل ومرة العمود ده صممناه لو هو مربع ومرة صممناه لو هو ايه لو هو دائري وبعدين صممنا الاواعب بتاعته بقى لما دخلنا بقى ايه في الفاونديشن فالموضوع عندنا في حل المسألة مترابط ومتكامل وندخلنا بقى في الفيديوهات الاخيرة في الفاونديشن دي وعدها نشرح انواع الفاونديشن المختلفة بس في الليفل ده شرحنا الايزوليتد فوتنج والستريب فوتنج الاواعد المنفصلة والاواعد الشرطية على امل ان شاء الله في الليفلات اللي جايه لما نجي نتكلم بقى قدام بقى على مواضيع تقيلة شوية زي التورشن وزي الباكلين وزي الكلام ده كله نبدأ نخش بقى على الكمبايند ونبدأ نخش على الستريب فوتنج وبعدها في الليفل اللي بعد ونبدأ نخش بقى في الخزانات الليفل اللي بعد ونبدأ نخش في الفريمات فان شاء الله في نيا ان احنا نتكلم في موضوع في موضوع الانلاين ده كتير في موضوع الخرصان المانيول ده كتير في صورة في صورة مستويات بحس نبقى احنا نتدرج واحنا ماشيين مع بعض بازن الله بدأنا نفتح تقرير توربة ونتعلم ازاي نقرأ تقرير التوربة مع بعض وتوصيات تقرير التوربة والحد الادنى من منسوب التأسيس والبيرين كباستي وليه بنحسب لما نيجي نجيب الابعاد بنحسب الابعاد بتاعتنا على ووركينج بس لما نيجي نصمم الشير والبانشينج والحديد بنصمم الحاجات دي على ألتمة الليه ده وليه ده كل ده احنا اتكلمنا فيه في الاول فيديو في الفاونديشن وقد ده دخلنا على كمان ازاي نحسب على ازاي نحسب ابعاد الاواعد في حالة الاواعد العادية او في حالة الاواعد العادية شغلة معايا او في حالة الاواعد العادية مش شغلة معايا وازاي توسطن العمود مع الاعدة بعدين دخلنا كمان في كيفية الحصول على سمك الاعدة اللي هي سيف معاك ان شاء الله شيرو بانشينج عن طريق ان احنا نحسب بقى المومنت بتاعنا ونحسب الطول بتاعنا الصافي ماشي ازاي وندخلنا ازاي نعمل تشيك شير على القعدة بتاعتنا وازاي نعمل تشيك بونشينج على القعدة بتاعتنا برضو كل ده بنحاول نفهم الكلام ده ان شاء الله بصورة عملية اهو كل ده كده وبعد ندخلنا على ازاي نحسب الحديد بتاع الواعد وبعدين برضو خدنا مسألة متكاملة خالف من اول فوق لحد تحت خالص وبعدين الفيديو الاخير دخلنا في موضوع شبه الموضوع الاواعد المنفصل مع بعيدناش اللي هو موضوع الاواعد الشرطية بشرح لك في حالة الايه بعد الشرطية بستخدم في حالة الاتين جول في حالة عملية الصور وحلنا نسال عليه بس يا رئيس هو ده اللي انت هتتعلمه ان شاء الله في الكورس في خلال الفيديوهات دي وفي خلال الملفات دي كلها اتمنى ان انت ان شاء الله تحصل على الافادة المطلوبة لا تنساش الهدف الرئيسي من الكورس نفهم ثم نطبق واحنا بنطبق نبقى احنا الدنيا عندنا منظمة ومرتبة بس بالتوفيق بلتوفيق